شخصية جميلة ورائعة شخصية رائعة واحد من أبناء النادي الأهلي عمرك ما تسمع له مشكلة موجود في أي توقيت يطلب منه المشاركة بيشارك طلب منه ما يكونش موجود ما يكونش موجود تسمع لش أي مشكلة حب النادي حب جبير جدا لكن هو في توقيت زي ما قالوكوا كده بيبقى حاسس ومدرك أنه لازم يدور على نفسه إن شاء الله إن شاء الله كل توفيق لكابتن أحمد عادل عبد المعلم خلينا لكم حاجة بسيطة جدا قبل ما استقبل ضيوف الكرام الكابتن عادل عبد الرحمن والأستاذ علاء عزة تنقضنا الرياضي الكبير النهاردة والظروف الأستاذ شريف وقاد لما قالوكوا الكابتن الخطيب ما شغول كان رايح من هنا وبيتكلم هنا وعنده ارتباطات وعنده موعيد برتوكول وهو بيتوقع كان على موعد كده صغير مع الكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن عبد الله السعيد كابتن محمود الخطيب يعني قبل ما يقعد مع الناس كده قبلهم تقريبا مية وعشرين ثانية مية وعشرين ثانية سلم عليك كابتن سيد عليك كابتن عبد الله السعيد كابتن احمد فتحي كان متأخر على التمرين جي من برا على طول على التمرين اللي لازم قبل التمرين بفترة كافية كلمتين قالهم الكابتن محمود الخطيب ما لهمش تالت قالو يا ابني لعبد الله السعيد يا ابني شدهيلك وربنا يا كريمة خد قرارك معك تمانية واربعين ساعة علشان تبلغنا قرارك النهية عشان احنا عندنا احتياجات والتزامات لازم نشوفها وربنا وفقك في قرارك مش اكتر ومش اقل من كده وبعدها الرسالة وصلت للكابتن احمد فتحي كلام مهم وكلام ليه مضمون ولسه معنا كلام مهم وكلام ليه مضمون بعد الفاصل هيكون معنا اتنين من ضيوفنا الكبار نجمينا ونجم مصر ونجمي النادي الاهل الكابتن عادل عبد الرحمن ونقضنا الرياضي الكبير الأستاذ على عزة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر